اشتركوا في القناة شاهد سواء على منصات التواصل الاجتماعي وسواء على شاشات الفضائيات مشاهدة من ذلك العراق الذي نقلته وسائل الإعلام فيما يسمى برلمان كردستان العراقي حقيقة أنا من الذين شاهدوا ذلك المشهد وكنت أتطلع إلى ذلك المشهد لا أقول باستغراب لكن بشمعزاز كبير كنا نشاهد ضرب وشتائم وتكسير وفوضى وصراعات وتهديدات يعني تراشق بأي شيء بالألسن وبالكراسي وبكل شيء بين الحاضرين عندما تسأل البعض بعض يعني قرأت بعض التعليقات البعض من السذاجة أن يقول لك هذه هي الديمقراطية هذا شكل من أشكال الديمقراطية مع الأسف الشديد إذا كانت هذه هي الديمقراطية فاللعنة على الديمقراطية إن كانت تصل بالناس إلى هذا المستوى من التشتت واستخدام اليد واستخدام اللسان في النيل من الآخرين يعني اللعنة على الديمقراطية ألف مرة الديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه هكذا مفهومها في مفهومها البسيط عن طريق جماعات معينة تمثل الشعب تعبر عنها ماله عن طموحاته وتدافع عن حقوقه هي في مبادئها في غاياتها في قيمها احترام حقوق الإنسان تبحث عن احترام حقوق الإنسان تنظيم الانتخابات الدولية حرية الرأي والتعبير عن الرأي الفصل بين السلطات استقلال القضاء توفير الشفافية والمسائلة في الأدارة العامة توفير الآلية المناسبة أو البيئة المناسبة للحرية والاستقلال والتعددية الديمقراطية تعني احترام رأي الآخر واحترام رأيي احترام حتى صمتي واحترام حتى صمته احترام حدود التي نضحها بيننا احترام هذه الحدود تكون مقدسة وليست الديمقراطية عندما أختلف معك ولا يعجبني رأيك أن أضربك بالكرسي وأضربك بأي شيء قريب من عندي لو كان يمكن سلاح ناري أيضا استخدمته ويا ما استخدموا الأسلحة النارية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة بالتعبير عن الديمقراطية والبعض يقول لك يقولون أن الحروب هي هي لغة من لغات يعني هي تعبير عن لغة من لغات الدبلوماسية فيعتقدون هكذا والديمقراطية يعني إحدى لغاتها هي هي استخدام الشتم والضرب والتراشق بكل شيء مع الأسف الشديد هل هذه هي الديمقراطية التي يتحدثون عنها هل هذا هو هو الإطار أو البيئة هل هذه البيئة المناسبة لولادة هكذا بين شعب واحد وبين أخوة لأنه اختلفوا بالفكر اختلفوا يعني كان كانوا يعني مثلما فهمت أنه يعني هناك كان مناقشة قانون انتخابات وهذا اللي اللي جرى بين الحزبين الرئيسيين في في كردستان الكل يريد أن يعبر عن نفس وإن لم يستطع باللسانة فبيده وهذه كارثة كارثة يعني أن تتحول كل القيم التي لدينا إلى مسخ نتعامل معها بطريقة بشعة يعني نستبيح دمها لهذه القيم ونمزقها وندوسها بأقدامنا وبعدين نتحدث عنها أنه نحترمها ليست هي من الديمقراطية هي ديمقراطية الديمقراطية تربية تنشئ احترام للنفس قبل احترام عندما الإنسان يحترم نفس يحترم الآخرين عندما يحترم حدودها وحقوقها وواجبات يحترم حقوق وواجبات وحدود الآخرين عندما الدولة تحترمها يحترمها عندما الحكومة تحترمها يحترمها عندما تصون حقوقها يصون حقوقها ويدافع عنها هكذا الديمقراطية الديمقراطية ليست كلام هي شي على عواهنة ومجرد صندوق للانتخابات الذبية أصواتنا ومنه يفوز وزورنا ما زورنا مثل ما تفعلها الميليشيات في العراق ونعتبرها ديمقراطية ويقول له أن هذا تعبير عن إرادة الشعب الديمقراطية إرادة الشعب حر يحترم نفسه ويحترم الآخرين كل شخص به يحترم حقوق الآخرين وواجباته هكذا الديمقراطية الديمقراطية مشتائم وضرب هذه الصور المشوهة اللي شاهدناها بتايلند وما أدر وين هذه ليست الديمقراطية هذه فوضى هذه تعبير عن عن تفسخ هذا تعبير عن يعني تعامل مع القيم بطريقة بشعة استباحة هذه القيم نذبح هذه القيم من الوريد إلى الوريد ونتحدث عنها ونبكي عنها ونبكي على جثتها ونقول كانت وكانت ونحن نحترم الديمقراطية ونحترم حقوق الإنسان أبدا الديمقراطية منهج حياة منهج بالتعامل والأخلاق تسود قيم عليا قيم دينية وقيم أخلاقية وقيم ما كذا هذا التشاور شاورهم بالأمر هذا جزء من الديمقراطية جزء من حرية التفكير والتفكير المشترك للوصول إلى حلول منطقية تفيد الناس كلها تفيد المجتمع تفيد الوطن هذه الديمقراطية وليست المضاربة باليد والتراشق والكراسي والتراشق بكل شيء والشتائم والتهديد والتكسير والفوضى مع الأسف الشديد البعض يعني يفهم كل القيم بشكل ملتبس وهذا يعني هذا واقع حال يعيش العراق منذ عام 2003 لحد الآن كل القيم كل المفاهيم ملتبسة والناس تتعامل والحكومات والقوى التي الحاكمة تتعامل معها بالتباسها تريدها أن تكون ملتبسة لكي تتعامل معها لأن لو كانت واضحة بشكلها الصحيح لم استطعت أن تتعامل معها ولا كان للشعب رأي آخر وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين نترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة